الاطلالة هي اهم جزء في الشقة خلوكم مع اطلالتنا اليوم موسيقى عرضا اليوم عبارة عن الشقة ثلاث غورب صالة مساحته 170 متر مربع في الدور الإحداش في منطقة كاشوستو في مجمع أكواماري المجمع عبارة عن ثلاث مباني موجود في عدد معين من الوحدات السكنية ثلاث غورب صالة وأربع غورب صالة الخدمات الموجودة في المجمع بواب الالكترونية خدمة 24 ساعة ونظام سيكورتي وأمان بالإضافة إلى مسبح مفتوح وأيضا جلسات عائلية وملاعب أطفال وملاعب رياضية وما ننسى أيضا وجود الجلسات العائلية والمسطحات الخطرة يعني مجمع ضخم وكبير ما يميز للمجمع أنه وجود سوبر باركت بجوارها وأيضا جامع بالقرب من المجمع هذا الشيء المميز أيضا وأيضا بالقرب من بوابة المجمع يمر المواصلات موقع المشروع المشروع يقع في حي كاشستو مقابل جواهر مول خطوات تقريبا نقدر نقول ثلاث دقائق بالسيارة من جواهر مول ومن المطار خمس دقائق وأيضا ميدان تربزون عشر دقائق تعالوا مع بعض نشوف أطلالة الشقة المميزة ومساحتها على أرض الواقع خلوكم معنا وصلنا لجماعة الخير الدور 11 مدخل الشقة من هنا في كل دور موجود ثلاث شقة الشقتين جانبية أربع غرف صالة والشقة هذه وسطية ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع المنطقة التي تواجد فيها منطقة الكوريدور يسار النصال والمطبخ وبعد ذلك يجي توزيع الغرف الغرف كلها جاي بشكل مستقيم اطلالة كلها مباشرة اطلالة بحر المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات يعني منطقة مخصصة لهذا الشي لوحة المفاتيح والأنترفون والمنطقة هذه نقدر نحط فيها المدخل والمرأة يعني تفصيل الشقة جاي تفصيل ممتاز جدا تعالوا نشوف مساحة الصالة شوف الصالة ما شاء الله تبارك الله مساحة جاي بطول اقدر اقول اربعة في سبعة متار طول الصالة اربعة في سبعة وموجود في كل شقة تدفئ المركزية متشايفين في الأركان وما ننسى انه تمديدات المكيفة المركزية في الصالة في غرفة النم الرئيسية وإذا احتجنا الغرف الباقية نقدر نسوي لها تمديدات اضافية واجهة الامامية واجهة بحرية الصالة وايضا اطلالة الطبيعة موجودة شي جميل ورائع تعالوا مع بعض نشوف مساحة البلاكونة من جهة الصالة البلاكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ وغرفتين اضافية كلها جاية بطول تسعة متار وعرض مترين اطلالة خيالية على البحر وعلى الطبيعة استمتعوا بهذا الاطلالة المميزة زي ما قلت لكم ان البلاكونة جاية مترين في تسعة متار يعني احلى جلسة نستمتعها بهذا الاطلالة الرائعة تعالوا مع بعض نشوف مساحة المطبخ والدواليب الراكبة فيها زي ما شايفين ارضيات المطبخ سيراميك نوعية جيدة ولون فاتح متناسق مع دواليب المطبخ نوعية جيدة وفاخرة ذات كولتي ممتاز اماكن الاجهزة الكهربائية الثلاجة غسالة الصحون وطقم الفرن تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل باقي الغرف زي ما شرحت لكم مدخل الشقة من هنا الصالة والمطبخ والتوزيع باقي الغرف نيجي هنا على غرفة رقم واحد الغرفة هادي زي ما قلت لكم لها مخرج للبلاكونة اللي كنا في قبل شوية مساحة ممتازة اربعة في اربعة يكفي لسريلين فردية مع دولابها بعد منطع من غرفة عندنا الكوريدور وعندنا دورة المياه بالنظام بجوارها عندنا دورة المياه رئيسية مساحة ممتازة بس اللي ينقصها شي واحد انه نركب الدوش اللي هو المروش نفسه والأدوات الصحية راكبه جاهزة هذا خلوها على العميل عندنا دولاب المحسلة والتدفئة ايضا موجودة مكان غصالة الملابس ايضا موجودة تحت التدفئة مقابل دورة المياه رئيسية عندنا الغرفة رقم اثنين الغرفة هذي برضو مساحتها بالضبط زي الغرفة رقم واحد وايضا لها مخرج للبلكونة اللي كنا فيها سابقا وطلالتها ايضا طلالة بحرية مميزة نتوجه الى غرفة النوم الرئيسية نيجي هنا اخيرا على غرفة النوم الرئيسية فكرة جاي نفس فكرة الصالة جاي بالطول اقدر اقول ستة متار في ثلاثة ونص تقليبا يعني مساحة ممتازة نقدر نحط ادوات او تقم غرفة النوم باريحية تامة لها دورة المياه خاصة فيها دورة المياه متكاملة حتى مستخدمين الواء جميلة في السراميك في دورات المياه ما ننسى انه زي ما قلت لكم وانه متواجد في الصالة تمديدات المكيف واصلة لغرفة النوم والصالة واجهة امامية زجاجية بالكامل واطلالة خيالية على الطبيعة وعلى البحر مباشرة ما يميز الشقة هذه ان الغرف كلها مع الصالة مع المطبخ كلها يعني اطلالتها مباشرة على البحر زي ما شفنا قبل شوية غرفة النوم والصالة والمطبخ وجميع الغرف كذا اعطيناكم تفاصيل كامل عن الشقة هذه مساحتها 170 متر مربع الدور الاثناش في حي كاشوستو يمرا في نهاية الفيديو ارجوكم للمحتوى اعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل والاسعر موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ولا تنسوا متابعة اخر فيديو هاتنا في قناتنا في اليوديوب بروج العقارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة